مشاهدين أهلا بكم من جديد افتتح قداسة البابا توضروس الثاني بابا الإسكندرية باتريارخ الكرازة مرقصية يوم الثلاثاء الماضي الاكتماع الأول للمكتب الفني لقداسته حيث تم تقسيم الأعضاء على لجان العمل وتحديد المسئوليات المطلوبة التي تضمن سير المشروعات المطروحة بصورة جيدة وسريعة كان قداسة البابا قد أصدر قرارا نهاية أغسطس الماضي بتشكيل المكتب الفني لقداسته للمعاونة في متابعة عدد من الأعمال الإدارية الخاصة بالباترياركية عقد قداسة البابا توضروس الثاني بابا الإسكندرية باتريارك الكرازة المرقصية مساء يوم الأربعاء الماضي اللقاء الأسبوعي لقداسته بكنيسة القديسة العذراء ماريام والأمبرويس بالكاتدرية المرقصية بالعباسية وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد جاءت عدة قداسة البابا تحت عنوان حراس النقاوة نتابع ونحن نحتفل بأيام عيد النيروز وأيام تذكارات الشهداء وبكرة تذكار القديسة رفقة وأولادها الشهداء في سؤال دايما بيجي في ذهني جماعة الشهداء دول اللي بنقرأ قصصهم وبنبقى معجبين بيها ومتأثرين بيها إن كانوا كبار ولا صغيرين رجال أم نساء شباب أم شبات هما يعني طلعوا كده شهداء طلعوا كده فبيجي السؤال والإجابة إن كل شهيد وراه أسرة في غالبية الأحيان وراه أسرة وهذه الأسرة بتبني عشان كده اخترت لكم الجزء اللي قريته ده لما بنجي نعمل سيرفي أو يعني مسح عام على كل سير الشهداء بنلاقي الشهداء عندنا نوعين شهداء من أجل الإيمان وشهداء من أجل العفاف العفة والنقاوة والنوعين دول في كتير من قصص الشهداء كانوا مرتبطين ببعض يبقى هو شهيد إيمان وأيضا شهيد عفاف وعايزك تعرف أن الجو اللي كان موجود في الإمبراطورية الرومانية في القرون المسيحية الأولى كان جو وسني يعني القرن الأول والتاني والتالت كان قرن وسني قرون وسنية والوسنيين ما عندهم مش حاجة اسمها العفة عندهمش حاجة اسمها النقاوة عندهمش حاجة اسمها الطهارة ده مش موجود ولكن المسيحية عندما بدأت علمت الإنسان كيف يكون قلبه طاهراً فكره نقياً جسده طاهر علمت الإنسان هذه الفضائل فبقت العفة والطهارة أحد سمات الإنسان المسيحي اللي لازم يحافظ عليه ويحافظ عليها بخصوص جسده بخصوص فكره بخصوص قلبه وأنا لما بروح الواحد فينا لما بيروح لأبو اعترافه ممكن يقول له أنا عندي شوية أفكار وحشة كده بجيدي حتى الفكر الوحش ده بنعتبره في مسيحيتنا أنه خطيئة وبنعترف بيها علشان أنال نعمة أن ربنا يشيل ويطرد هذا الفكر الرضي حياة الوسانيين ما كانش فيها اسمها خطيئة ما كانش فيها حاجة اسمها أن يحفظ عفة جسده مفيش عشان كده كانوا مستغربين في قصص الشهداء وأحداثهم لكن في سير الشهداء بنفاجأ بحاجات غير عادية استقبل قدسة البابة ودروس الثاني بالمقار البابوي بالقاهرة يوم السبت الماضي نيافة الحبر الجليل الأنبأولوجيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنباشنودة ورئيس المتوحدين بالجبل الغربي بسهاجة حيث تمت مناقشة بعض الأمور الخاصة بالدير كما استقبل قدسته يوم الاثنين الماضي نيافة الحبر الجليل الأنبأ مكاري الأسقف العام لكناء الشبرى الجنوبية لمناقشة عدة أمور خاصة بالإبارشية أيضا استقبل قدسته الأربعاء الماضي نيافة الحبر الجليل الأنبأ مكار أسقف الشرقية والعاشر من رمضان وذلك قبل سفر نيافته إلى كندا لمتابعة بعض كنائسنا في تورونتو وتوابعها التي يتولى الإشراف الروحي والإداري بها استقبل قدست البابة ودروس الثاني بالمقار البابوي بالقاهرة الثلاثاء الماضي نيافة الحبر الجليل الأنبأ بخوم أسقف سهاج والمنشا والمراغة وتم خلال لقاء استعراض بعض الأمور الرعوية بالإبارشية وفي سياق آخر استقبل قدسته الراهب القمس مينة الأورشليمي المشرف على الكنيسة القبطية بالعراق حيث قدم تقريرا تمت مناقشته أثناء اللقاء عن الخدمة الرعوية للكنيسة هناك استقبل قدست البابة ودروس الثاني بالمقار البابوي بالقاهرة يوم الأحد الماضي السيد وزير خارجية جمهورية أرمينيا الذي يزور القاهرة حاليا حيث تناول لقاء العلاقات التاريخية التي تربط الكنيستين القبطية والأرمينية التي تشتركان في نفس العائلة الأرثوديكسية كما تم بحث سبل التعاون المختلفة بينهما ومن ناحية أخرى استقبل قدسته بالمقار البابوي بالقاهرة يوم الأحد الماضي السفير أحمد فاضل السفير الجديد لمصر بدولة جنوب إفريقيا حيث زار السفير الجديد المقار البابوي للتعرف على أنشطة الكنيسة القبطية الأرثوديكسية في جنوب إفريقيا استقبل قدست البابة ودروس الثاني بالمقار البابوي بالقاهرة يوم الأحد الماضي السيد جيس دوتون السفير الكندي المنتهي خدمته بالقاهرة حيث زار السفير دوتون المقار البابوي لتوديع قدست البابة قبل عودته إلى كندا وعلى صعيد آخر تواصل قدست البابة ودروس الثاني عبر تطبيق زوم مع أبنائه العاملين بالسعودية يوم السبت الماضي بمناسبة عيد النيروز وألقى قدسته محاضرة بعنوان أن يروز قصة جهاد ونعمة قام بتنظيم اللقاء نيافة الحبر الجليل الأمم مرقص مطرون شبر خيمة وتواباها والمسؤول عن أبنائنا بالسعودية ترجمة نانسي قنقر